قصف جديد لتحالف الحرب على اليمن وضحايا جدد وتحديث لارقام الموتى في صفحات الامم المتحدة وفق هذا التسلسل تمضي يوميات اليمنيين وهم يقرؤون مقتل بعضهم في منشتات الصحف وعناوين الاخبار تلك مقدمة لأخبار متنها أن الأمم المتحدة رصدت خلال اليومين الأخيرين مقتل 22 مدنيا في غارتين جويتين منفصلتين استهدفت الأولى مسجدا في منطقة السواد بمحافظة عمران شمال البلاد راح ضحيتها سبعة مواطنين بينما استهدفت الثانية منزلا في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع نتج عنها مقتل 15 مدنيا وإصابة 15 آخرين منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي قالت في بيان لها إن شركاء الحماية رصدوا مقتل أكثر من سبعمائة مدني وجرح أكثر من ألف وستمائة آخرين منذ بداية العام الجاري ووفق التقديرات الأممية الصادرة في منتصف هذا العام فإن الحرب المشتعلة في البلاد منذ الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 يوم انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية أودت بحياة أكثر من سبعين ألف شخص خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبينما تنشغل الأمم المتحدة بتحديث الأرقام ونشرها تواصل أطراف الحرب في اليمن حصد أرواح اليمنيين في حرب سقطت من ضمير العالم وأصبحت أحد ملفات الابتزاز والمساومة واللعب بمقتضى تحقيق المصالح